اهلا بكم في حلقة جديدة من ريمونتادا انطلقت منفصات دور 16 من كاس العالم وزي ما كلنا تابعنا خروج منتخبات كبيرة من دور الأول زي ألمانيا وبلجيكا وأوروغوي وغيرهم كثير وده اللي أكدنا أن مصطلح مونتزال كبار انتهى ونسخة دي استثنائية ونشوفيها مفاجآت كثير الفترة اللي جاية والنهاردة نجح منتخب هولندا في الفوز على الولايات المتحدة بنتيجة 3 و 1 عشان يكون المنتخب الهولندي أول المتأهلين لربع نهاية المونتزال وهنتزل منتخب هولندا الفائز من اللي قال أرجنتين ضد أستراليا واللي بتلعب دلوقتي وناتيجة 2 و 1 لمنتخب الارجنتين ويكون في بوكرا ماتشين في دور 16 من كاس العالم الأول هيكون الساعة 5 من فرنسا وبلندا تعالوا نشوف المؤتمر الصحفي المبارات بوكرا وبين فرنسا وبلندا سنسلا وبلندا ممنتخب هولندا سنسلا وفرح احتفاظية على الولايات المتحدة بالفعل لذلك يجب عليك أن يكون بإمع الفارة و يجب عليك أن يكون بسيارة كنه من المساومة لكن بالمساومة والفعالة ومساومة وتفهم بسيارة تفهم بسيارة وبعالي بسيارة في مراتي التالي لم يكن لديك من الأسفل لكن لو جدا يمكن أن يكون معه لن نحن نحن أن نحن 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 لن تفكير على حيث قد أن نحن 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 لأنه يقومون بقيت يساعداً لطيف المنزل المعقبية لطيفة مفيدة من المعقبية تشغيلها تشغيلها من المعبثات تشغيلها تشغيلها ومعنا أيضاً وتشغيلها عندما يعرفون جميع جميع كبيرo في الحصولي هي فهمة كثيرة لأنها لديهم مفكور اولاد الوحيط يسرى حلقة جميع التعبير والمفكار التي حالها تتصبب على كمئة والممائمة والموطقة كثيرة من التعبير مدروقي والآن ابي إليعيي أهدي دобрي بالأأ прирدي وقتًا هذا الفيديا أنه يب أثن blog ودرصش من ي общемها ي 들어가 ما يسأل من Sahara اثنو دائماً إنها ومن ثم وجود وطرش في ي Hawaii في نها الأvakウ USSR نجد مريم ي accurate أنه منتج وتhodك في الاعبات شكري نفسك وميف يريد أيضاً، معين اعطابة في مجلسانينا. فرضاً، نعم، وطفير في مجلساني بحراء في مجلساني، وموضع يشعر في مجلساني، يشعر في جديد في دمباله في مجلساني شراء في مقارنة. جيدًا يجب أن تعمل في مجلساني. لذلك، بالإعادة في مجلساني، في مرحلة، فرقة تستطيع إلى هناك بحراء في شعبا. أعتقد أننا جام πολύ جيداً من فرانسيا فهي أمرت الأمر بعد ذلك فخي سنع Thank you فعلاً ما سنعلم فعلاً نحرك أن فرانسيا أم بسم جيداً وقد من جميل مدعوص مدعوص ومع مدعوص ومع مدعوص 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 وعلاً لطيف نحن رؤية نهاجم ومعال ومعال وفلت يجب أن تشعر فعلاً ونحن عالي هذا وهيكون بين منتخب انجلترا والمنتخب السنغالي اللي بيسعى للظهور بشكل مميز امام المنتخب الانجليزي تعالوا نشوف المنطابر الصحفي الخاص بالمبارئة الكثير من اعتدار في المساعدة بعض مجموعة مجموعة الذين يستطيعون مساعدة ولكن اعتدار جيدة للمساعدة كم اعتدار امام المشاعدة لذلك يفعل قليلة باعتدار لتعرفة للمساعدة في السنغال وذلك يفعل ذلك الانترابة وكما نعرف مستقرال المشاعدة سديو هو عملي جزء من الدشاة كل شخص بي simساعدته ولكن نحن نرى باعتدار سنغال تشعرون جزءا في عمليا وهم يظهر جميع الناس في المساعدة لذلك نعلم أنه لا يفعل نفسه للمساعدة للمساعدة يجب أن نكون مستعدة للمساعدة ويجب أن نكون لدينا مستعدة للمساعدة نقول للمساعدة يجب أن أقوم بإمكانه أن الشعب أسجاب في نهاية العامة. لأسجاب نهاية, يجب أن يقوم بكة الانغلeterre. لا أعرف أن هناك هذه المشكلة، اعتقد أنه سيكون أماما. لأسجاب، أعتقد أنه سيكون أقوم بإمكانه. فهو يومي يوميه أولا. وأيضا للعامل والجوعة. هل تريدون أن نعلم أنه لأنه يعمل أنه أمريكي منها بعدوها. والعامل وهناك قد قتل منها في أفضل مجالة. أظهر بسهل أن يبدو أن يكون يمكن أن تردى المجال الناس يمكن أن تردون أن يكون يمكنهم أن يكون لحصول الأيام ويكون قد حصول الناس أعتقد أننا المساعدة جدًا لأن الكامرون يمكن أن يساعد البرزيل وأن تونيسي يمكن أن يساعد الافرانس وعلى نفسنا يقول أن سنغال سنغال يساعد الانغلتير هذا هو نفسنا هذا هو شيء مهم جدًا لنا ونذهب من كاس العالم لأخبارنا المحلية المدرب إهاب جلال رجع تصدر المشهد الرياضي ثاني وده حصل بعد إقالته من تدريب فريق المصري بعد خمس مباريات بس خدهم مع الفريق الفورسعيدي إهاب جلال كان من فترة تصدر المشهد برضو وده كان بعد إقالته من تدريب منتخب مصر بعد ثلاث موت شوط بس النهاردة مجلس إدارة النازي المصري أصدر بيان رسمي وأعلن فيه أن إهاب جلال اتحول للتحقيق بعد أزمته الأخيرة مع جامهير في مباراة الزمالك ولكنه رفض الخضوع للتحقيق بعدها بشوية المصري أصدر بيان تاني أعلن فيه إقالة إهاب جلال بشكل رسمي وتعيين طارق سليمان في المنصب المزير الفني بشكل مؤقت ومن بور سعيد للمحلة هنلاقي فيه أزمات كثير حصلت الفترة الأخيرة لزعيم الفلاحين واللي كان آخرها رفض بابا فاسيليو خود تدريبات الفريق بسبب عدم حصوله على راتبه الحقيقة أن المحلة فريق مش محظوظ خالص لأن بعدما الفرق بتعمل نتائج كويسة المدرب بيمشي سواء الأسباب مع الإدارة أو بيكون جايله عرض تاني وده شفناه مع محمد عودة وعبد المحامي باسيوني وأخرهم طبعا بابا فاسيليو وهنروح لأخبار النادي الأهلي واللي فيها خبر مهم جدا لكل الأهلوية وهو انتظام التونسي علي معلول في تدريبات الفريق النهاردة بعدما انتهت مشاركته في كاس العالم مع منتخب بلاده علي معلول خدع لكشف طبي قبل مشاركته في المران الجماعي وبعدها الشارك في التمرين بالكامل السويسري مارسال كولر المدير الفني للأهلي اجتمع مع أحمد أبو عبلة دكتور الفريق وكان عايز يعرف آخر الإصابات في الفريق واللي أبرزها محمود متبولي وعمار حمدي ومحمد عبد المنعم أبو عبلة عمل تقرير كامل بكل الإصابات داخل الفريق وسلمه لكولر وأكيد هيكون في جلسة بينهم الفترة اللي جاية عشان يحددوا مشاركات بعض اللعيبة في الماتشاط انتشرت النهاردة أخبار كتير أن حسام عشور كابتن الأهلي السابق مرشح للعب في نادي درجة تانية خلال الفترة اللي جاية إبراهيم سعيد مدرب المجد السكنداري قال تصريحات النهاردة أن حسام عشور ضمن العيبة كتير في الدورة المصري معروضين عليه وتكلم كمان أن حسام عشور عنده خبرات كتير وأكيد هيفيد فريق المجد لو نضم ليه في الفترة اللي جاية ومن الأهلي للزمالك النهاردة أسامة نبيه المدرب العام بالجهاز الفني المعاون لزيوهلد وفريرة اتقدم باعتذاره عن عدم استكمال مهمته مع الفريق خاصة أن اسمه مطروح بقوة لتدريب أكتر من فريق في الدورة المصري وهيكون في جلسة خاصة بين أسامة نبيه ومسؤول الزمالك لاتخاذ القرر النهائي وتحديد مصيره الفترة اللي جاية فريرة بدأ يفكر في تجهيز إبراهيم نداي لللاعب في مركز راس الحربة في المتشوط اللي جاية علشان يقدر يعالج النقص العددي في المكان ده يمكن شوفنا فريرة جرب أكتر من لاعب في الفترة الأخيرة في مركز الهجوم لكنه بيتمنى أن يكون نداي هو توق النجاة بالنسبة لي وبكده تكون خلصة أخبارنا النهاردة ومكملين حلقتنا بعد الفاصل مع كابتن ميدو أهلا بحضر لكم مرة تانية في المنتظة النادي المصري على صفيح ساخن رغم النتيجة الإجابية والتعادل أمام نادي الزمالك يوم الخميس الماضي زي ما حضركوا أكيد تابعتوا المتش اللي انتهى 2-2 كلنا كنا عارفين إن لو النادي المصري اتغلب في المباراة دي إنها هتكون آخر مباراة للكابتن إهاب جلال وكلنا توقعنا إن يعني خروج المباراة بالتعادل وظهور النادي المصري بشكل جيد جدا في المباراة بشكل يعني مغير تماما عن المباراة السابقة إن ده يعني هيجي بالهدوء ونتيجة يعني هيتبني عليها النادي مصري هتدي يخش في استقرار وهتدي إن هو يبني بناء على نقطة من نادي الزمالك فيه توقيت صعب جدا ولكن اللي حصل للعكس منذ نهاية المباراة وفيه أحداث تصاعدية داخل بورسعيد والنادي المصري على صفيح ساخ فوجئ الجميع ببيان من النادي المصري بتحويل الكابتن إهاب جلال المدير الفني السابق للفريق للتحقيق للتحقيق وإن هو يعني سيتم معاقبته لعدم امتثاله للتحقيق دي أول حاجة خرجت من النادي المصري فبدأنا نسأل إيه اللي حصل ما مش معقولة إن النادي المصري هينزل ستيتمنت زي دي أو خبر زي ده على الصفحات الرسمية بتاعته على السوشال ميديا ويكون يعني ما فيش حاجة يعني لا في حاجة في قصة فبدأنا نسأل إيه قصة يا جماعة إيه اللي بيحصل قالك إن الكابتن إهاب جلال يعني تعرض لهتفات موسيقى جداً بعد المباراة مبشرة وأشار ببعض الإشارات للجماهير على حزاؤه وبالتالي مجلس إدارة المصري قرروا تحويله للتحقيق وده طبعاً اللي رفضه الكابتن إهاب جلاله رفض الانتثال للتحقيق وبناء عليه خرق بيان تاني بعد ساعات النهاردة برضو بإقالة الكابتن إهاب جلال من تدريب النادي المصري ويعني إقالته وإعفاءه هو المسؤولية هو وجهازه بالكامل يعني المصري قرر الاستغناء عن الجهاز الفني بإخلاقات الكابتن إهاب جلاله وتكليف جهاز جديد في دول الأحداث التي شهادتها مباراة المصري والزمالك والتي قيمة أول من أمس الخميس على استاد الجيش ببرج العرب وبناء على تلك الأحداث فقد قامت إدارة النادي باستدعاء المدير الفني للفريل الأولى الكابتن إهاب جلال للتحقيق معه بواسطة المستشار القانوني للنادي إلا أنه لم ينتثل للحضور ولذلك فقد تم اعتماد الجزاء اللازم والذي يتناسب مع ما تم هذا وقد قرر مجلس إدارة النادي لاستغناء عن الكابتن إهاب جلال وجهازه المعاون وتشكيل جهاز فني يتكون من الكابتن طارق سليمان طبعا نجم النادي المصري الأسبق والكابتن مجد الشناوي معاه ومعاك كابتن محمود عبد الحكيم وانضمام الكابتن محمد عبد المنصف طبعا نجم نادي الزمالك السابق ونجم وادي دجلة ونجم أمبي والعديد من الاتهات السكنداري طبعا العديد من الأندية والبيان واضح أن الجهاز الفني ده مؤقت وذلك لحين اتمام التعاقد مع مدير فني يعني طبعا زي ما قلتلكم أنا كنت متمنى أن الأمور تبقى هادية كنت متمنى أن النتيجة الإجابية التي تعتبر إجابية نتيجة التعادل في المباراة الأخيرة مع الزمالك يعني ينعكس يعني الهدوء يبقى فيه هدوء على أو داخل النادي المصري ولكن الواضح أن فيه يعني أحداث تصاعدت يعني بشكل يعني سريع جدا ومفاجئ موقف حصل في الملعب معرفش إيه اللي أستدعي أن جمهور النادي المصري يسيب الكابتن إيهاب جلال بعد نهاية المباراة أيا كانت إيه النتيجة إيه اللي أستدعي مش عارف طبعا الجمهور في الأول وفي الآخر على دماغنا من فوق دايما الجمهور على دماغنا من فوق دايما ولكن مش طبيعة يا جماعة أن الرجل متعادل مع نهاية الزمالك وعمل مطش كبير وراجل مدرب مش صغير مدرب يعني اشتغل معاك قبل كده والناس عارفة كويس وأن الرجل تيتم سبه بعد المباراة أنتوا متوقعين رد الفعل هيبقى إيه ما هو ماشي ما هو الرجل في الأخذ بني آدم مين النهاردة يقبل بإهانة أمه سواء كانت على قيد الحياة أو متوفية أو أي أن كان مين؟ مين الرجل أو البني آدم اللي يقبل أن الجمهور يسيب أمه؟ جمهور فريقه جمهور فريقه اللي بيدربه مين يقبل بالكلام ده؟ فأنا طبعا بصراحة كنت أتمنى من مجلس إدارة المصري مرعاة موقف كابتن إيهاد مرعته يعني النهاردة يعني حتة إن أنا بستدعي الرجل للتحقيق وبعد كده بطلع بيان إنه ما ممتسلش للتحقيق ثم بعد كده بطلع قرار بإقالته يبقى هناك نية مبياتة من مجلس إدارة المصري برحيل الرجل مهما كانت نتيجة مباراة الزمالك ده ده بالنسبة لي يعني فيه قرار متاخد أورادي يعني كنت أتمنى إن مجلس إدارة المصري يعني كنت أتمنى إن كابتن إيهاد بيرحل عن المصري بطريقة أفضل من كده ما يبقاش فيه بقى موضوع يعني الشروط الجزائي أصلاح في الآخر الدنيا قريبة في الآخر الدنيا قريبة كابتن إيهاد بموقع كابتن إيهاد بجلال هيبقى ليه شرط جزائي مثلا شهرين هتقوله خد شهر يعني قصة تمشي بالود أحسن بكتير جدا ما تمشي بالشكل ده إنما النهاردة أصلا فيه إنسيدنت أو فيه حدثة حصلت أو فيه قصة حصلت أو موقف فأنا أبني على الموقف ده وبتدي أخد إجراءاتي القانونية ماشي إنت كنادي أنا فهم كويس جدا أنت بتحفظ حقوقك وكل حاجة ولكن البداية للشرارة منين؟ البداية للشرارة أن الجمهور المصري سبب كابتن إيهاد بجلال وسببه بأفزع الشتائي لأن أنا عارف إيهاد بجلال كويس وعارف شخصيته وعارف أخلاقه إنه هو يكون لا يمكن يكون أبدا ليه رد فعل إلا لما يكون فيه فعل وفعل جامد لأن إيهاد بجلال يعني غيرنا إحنا إحنا ماشي ممكن يكون في وقت من وقت وإحنا في الملعب ردود أفعالنا ممكن يعني تيجي أسرع شوية من كابتن إيهاب جلال كابتن إيهاب جلال بجل صراحة يعني أهدى مننا كلنا يعني أهدى مننا كلنا ردود أفعاله يعني حتى في الأوقات الصعبة والأوقات اللي فيها يعني سخونية سخونية الكورة اللي أنتوا عارفينها هو رجل بيعف يمسك أصابه قويس قوي يعني معروف عنه كده ومش صغير فالنهار ده إن إيهاب جلال حافظ الألقاب يعني إنه النهار ده يرد أو يبقى ليه رد فعل معنى كده إن فيه حدث كبير حاجة كبيرة حصلت فالنهار ده مع احترامي الكبير لمجلس قدارة المصري اللي هم عارفين من أنا بكن ليهم كل الاحترام كان لازم إن الرد الفعل ما بقاش كده حتى لو أنا واخد قرار إن إيهاب جلال هيمشي حتى لو أنا واخد قرار إن إيهاب جلال هيمشي كنت جبت الراجل قعدت معاه كابتن خلاص علاقتك بالجمهور وصلت لطريق مسدود إنت جبتن يعني حصل سباب وإنت كانش مفروض ترد وإنت رديت لكن إحنا مراعيين جدا رد فعلك وده طبعا أمر غير مقبول ولكن يعني متفاهمين إن ده ممكن يحصل إنت ليك إيها بكامات إن أنا ليها كذا طب خد كذا سلام عليكم بكل احترام ده رأي ده رأي إنما الأمور إن هي تضرب بالشكل ده مش عارف يعني كان ممكن إن هي تضرب بشكل أفضل بكل صلاحة تعالوا نشوف كاميرا ريمورتادة راحت بورسعيد عشان تسأل جمهور المصري رأيكم إيه في اللي بيحصل قرار قالت الكابتن أهاب جلال هو قرار في محله من وجهة نظري كمشجع للناد المصري الكابتن أهاب ما كانش موفق مع الناد المصري يعني أنا شايف إن هو لما إيجا الناد المصري يعني ما كانش موفق في تدريبه للناد المصري وقرار ما كانش في محله من الأساس يعني كانت غلطة من مصر كامل بصراحة ما كانش قرار موفق كان واضح إن فيه ودي مفقود بينه وبين الجمهور إنما هو كان مدرب أخذ بالحضر لك مدرب مش وحش مدرب ما يختلفش عليه اتنين كون إن هو مش ماشي مع الناد المصري دي حاجة تانية ربنا وفق الكابتن أهاب جلال في المكان اللي هو روح فيه ونتمنى إن مجلس الإدارة برئاسة المستر كامل أو علي يشوف أخذ بالك مدرب أجنبي النهاردة أنت أخذت وأخذت أحسن أحسن راتب في مصر فين الناتج اللي أنت أديته للناد المصري النهاردة فترة الإعداد بعد الثلاث شهور هجيت من فترة الإعداد نتائج سلبية خلص ورجعت تاني الدورة توقف عشان كسل على ونتائج سلبية متعادل ماتشين مغلوب ماتشين وغالب ماتش فخمس 12 نقطة جايب خمس نقطة طالما الجمهور من البداية رافض حتى لو أهاب جلال ده عمل إيه هم خلاص جاعدين أهاب جلال مش عايزين يدوله فرص خلاص هتقول إيه ده شيء يعني صعب الحمد لله اللي حصل حصل بقى إحنا هم حاجة يكون عندنا اللي جاي يكون أفضل وده نتمنى بجد مش عايزين كرسل كلام وقعالات كتير بدون أي فعل إحنا عايزين فعل نشوفه نمشي وراه ويبقى على يقين النهارجل ده كويس وهيطلع بنا إن شاء الله لازيات وإيجابيات كويس والله أنا في الفترة دي ما رشحش مدير فن أجنبي لند المصري أنا رشح مدير فن مصر يكون عنده خبايا بالدور المصري مدير فن أجنبي كان يجي بقى يبدأ فترة الإعداد وكده من أول المص لكن مدير فن أجنبي عيجي الوقتي أعتقد مش في مصلحة الفريق ما ظنش إن في الفترة حالية في مدير فن مصري يقدر أو يبقى على المستوى الفني المطلوب إنه هو يمسك النهارج المصري ويحقق طموحاتنا لكابتر حسام حسن وده مش عارف هيبقى بالنسبة لمجلس إدارة أمر مستبعد ولا ممكن ييجي بس لو مش حسام حسن ويبقى مدير فن أجنبي هو أسطح للمحالة الجاية ده رأيي جمهور بورسعيد وجمهور النادي المصري في مسألة الكابتن إهاب جلال يعني وأحد يعني طبعا الجماهير أحد السادة يعني اللي كانوا بيتكلموا مع كاميرا المنتدى بيقول إن يعني طالما الجمهور مش قابل حد خلاص صعب وأنا معاكم إن الكرة كده ساعت بالزادة في الأندية الجماهرية والأندية الشعبية خلاص الجمهور فيه رأيي عام تكون ضده وده اللي حصل فيه عمى كابتن إهاب لكن برضو كنت تمنى إن الأمور تدار بشكل أفضل وإن الموضوع ما يوصلش لحتة تحويل للتحقيق والدخول في مشاكل وأنا عارف إيه لا يحصل بقى كابتن إهاب جلال بعد كده هيعمل شكوة في اتحاد الكرة واتحاد الكرة هيرفعها للفيفا والقصة هتبقى مشكلة طويلة مصري نادي كبير كابتن إهاب جلال مدرب كبير أتمنى والمهندس كامل أبو علي يعني رئيس النادي المصري رجل محترم وراجل له خبرات كبيرة في الإدارة الرياضية ورجل حكيم أتمنى أن يعني يعني يبقى فيه جلسة الجلسة دي يعني يتم إنهاء الأمور بها بشكل ودي لكن اللي أكيد أن كابتن إهاب جلال خلاص يعني رحل بعد ما يعني تم الإعلان عن إقالته هو جهازه المعاون والأكيد أن البديل لإهاب جلال هو بابا فاسيليو بابا فاسيليو القبروسي المدير الفني لنادي المحلة العمل مشوار هايل وبداية مش مشوار هايل ناو مش مشوار وربع مشوار عمل أرقام هايلة وبداية رائعة لنادي المحلة العلامة الكاملة طبعا عدد المباراة أربعة فاس بتلاتة عدد بواحد مخصر شوالة مباراة وده اللي أنا أقصده بالعلامة الكاملة وسجل الفريق تحت قيادته ستة أهداف واستقبل هدفين ومركز الحالي للفريق طبعا المركز التاني وبداية البداية الحلم لكل جماهير المحلة ولكن كأن فريق المحلة ونادي المحلة يعني مش مكتوب له الاستقرار السنة اللي فاتت زي ما حضركوا عارفين ابتدت دوري بمحمد عودة محمد عودة اعتذر رجع للمقاولين فجاب بسيوني بسيوني ماشي كويس جدا وبعد كده يعني ماشي ثم بعد كده بداية الموسم مع مدرب جيد والناس كلها يعني بتشيد بعمله وبإمكانياته وبانه هو قدر انه هو يوظف اللعيبة واستفيد منهم بشكل جيد جدا وعلاقته باللعيبة جيدة جدا على دراية بالدور المصري وتفاصيله لانه اشتغل في الدور المصري قبل كده ومرة واحدة يغيب عن التدريبات والواضح انه هو في طريقه للخروج من نادي المحلة ولكن تعالوا نرجع لبرسعيد عايزين نتطمن على انديتنا الشعبية خاصة لما يكون نادي بحجم وبعراقة وبتاريخ النادي المصري وجمارية النادي المصري شكاب يسعدني ان يكون يعني في مدخلة معايا الاستاذ ياسر يحيا عضو مجلس ادارة النادي المصري ومشرف عام على كرة القدم بالنادي المصري استاذ ياسر مساء خير حبيب يا سبتم منور ربنا خليك فاندم وبتشرف بوجودك معايا في البرنامج كنت عايز اسأل حراك اين بيحصل يعني الجميع توقع ان بعد مباراة الزمالك الاخيرة ان الهدوء هيعم على النادي المصري وان هيبقى خلاص يعني فكرة حتى لو فيه افكار او فكرة برحيل الكابتن اهب جلال ان الامور هتستقر وكل حاجة هتمشي كويس ولكن فجئنا ان فيه احداث تصعودية يعني سريعة جدا بعد المباراة والله كنت مين وانت عارف يعني طبعا عارف اخصص كامل وعارف فكره ومهجه ان هو مش مع التغيير ومع الاستقرار ومع البروجيكت الطويل المدى بس والله اللي حصل طبعا هي سنة الحياة طبعا ولحد كده الامور وصلت يعني الزمن والكده لطريق مصدود احنا نادي جمهيري وطبعا عندنا العنص الرئيسي والأساسي والدعم الاول والرئيسي للمنظومة رضيه فانت يا راجل اشتغلت مديره خاني وكل بالك انا اول واحد فكرت مديره خاني انا عارف طبعا طبعا قبل حتى مدرب الزمالي ايوه طبعا فانت تفقد العلاقة مع بعض حتى الجماهير او الجزء حتى لو صريح والأمر تبقى مش في أحسن حاجة بينك وبين الجمهور فانت عارف يعني النهاردة النهاردة المحرك قد دعم الرئيس بالنسبة للمنظومة القروية في الدكتنات الجماهيرية جمهور فلما الأمر توصل لطريق مصدود والموضوع يوصل للتطاول فكثة كالنازل يبقى فيه حل راضع وسريع طب هل حاولتوا تتواصلوا مع كابتن هاب او السيد زياسر مثلا عشان يبقى فيه جلسة ما بينه ما بينكو وان يتم إلهاء الأمور بشكل ودي حتى لو الأمور وصلت لطريق مصدود وإحنا كلنا عارفين ان الأمور وصلت لطريق مصدود هل التوجه ده كان موجود ولا تم اتخاذ الإجراءات القانونية على طول والله حاولنا طبعا التواصل بس هو طبعا التواصل ببقى صعب شوية لكن والمسجر الكون حاول يوصل على كاس حتى نعود نتكلم نشوف هي الدينة كانت وصلة من الأمور ده ما قلت لك مش أحسن حاجة فكان لازم يعني تاخد القرار اللي هو حتى لو كان يعني الضرارات تبقى المحجرات فانت خلاص وصلت القصة إن الدنيا ما عديدش هتبقى يعني يعني خلاص نفيش نفيش خلاص نفيش نفيش بين بعض الجماهير والكبت النهاب طبعا مش هنقيم الكبت النهاب ثميا الكبت النهاب من المدربين اللي بتعدي في مصر ومن أحسن مدربين موجودين في مصر من دير فن على عالم مستوى بس هي قصة وصلت للطريقة مجزول زي ما قلت لك وإحنا كناس مشغولين ومنوع بين الأنب إننا يعني حماية المنظومة الرضية وقمهور في مرة واحد فكان لازم تاخد القرار السريع فربنا كريم إن شاء الله كابت النهاب يعني يستهل أحكام من كده وإن شاء الله ربنا يكتبه الخير في أحكام إن شاء الله طبعا أستاذ ياسر إيه اللي جاي للنادي لمصر هل فعلا كما سمعنا أن بابا فاسيليو قريب جدا بعد المباراة القادمة بعد مباراة البنك ممكن أو الاتجاه ممكن يكون الاتجاه إلى مدرب مصري كابت النهاب هو الكلام ده مش 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 مزبوط إحنا بعيد عن طبعا إحنا نحترم كل عنديات جماهرية ونحترم كل عنديات مصر وعلى رسوم طبعا عنديات جماهرية على تربطنا بهم علاقة قوية إحنا ما حصلش إن إحنا قدمنا عرض رسمي أو إحنا ممكن يكون الإسم طرح إن هو خلاص أمهى علاقته بنادي المحلة زينا كذا نادي برضو سمعنا كلات أربع عندي بتتكلمه لكن إحنا ما فيش عرض رسمي ما فيش مش هو أول أولياتنا إحنا فيه سكامل طبعا متولي موضوع إن هو إن هو يبقى فيه مدرب أجنبي على أهل مستوى يكون موجود في الفترة القادمة إن شاء الله فيه كجع ملف مطروح وقريب أو يتم تباتي فيه إن شاء الله تسوى الأعرب مجرسى إن شاء الله إن شاء الله أستاذ ياسر يحيى عضو مجلس إدارة الندي المصري المشرف عام على الكرة بشكرك شكرا جزيلا وطبعا يعني وضح لنا إن لسه فيه سفيهات وفيه ملفات ملفات مدربين مطروحة على الترابيزة لمجلس إدارة المجلس إدارة المصري ولكن أنا بقول لكم معلوماتي إن الأقرب وطبعا أستاذ ياسر يعني ماينفعش إن هو يقول كده ولا هيقول كده لك أنا بقول لكم إن معلوماتي إن الأقرب لتولي الإدارة الفنية للنادي المصري بعد مباراة البنك الأهل القادمة هو بابا فاسيلي يعني ده الأقرب للا هيحصل طيب إزاي بابا فاسيليو وهنا عايز أكلمكم في نقطة مهمة جدا إزاي بابا فاسيليو هيبقى مدرب المصري وهو مدرب المحل يعني إزاي هيبقى مدرب المصري وهو أصلا المدير الفنية المحل وإنت حضراتكم عارفين إن في قانون يعني أصدرته ربطة الأندية المصرية بإن ممنوع إنه مدرب لو هو اللي ماشي وهو اللي ساب النادي إنه هو يتولى الإدارة الفنية لأي فريق آخر في نفس الموسم في نفس الموسم فإزاي الموضوع هيتم إزاي وأنا بقول لكم إنه حصل يعني التواصل ما بين المهندس كامل أبو علي رئيس النادي المصري والأستاذ أسامة خليل رئيس شركة كرة القدم في نادي غزل المحلة أو في شركة غزل المحلة ويعني الأستاذ أسامة خليل قال للمهندس كامل أبو علي وبلغه إن الرجل بابا فاصليو على قيد وعلى قوة نادي غزل المحلة وإن هو عنده عقد وإن هو لن يسمح له بإن هو يترك النادي ويتولى المسؤولية الفنية لأي نادي آخر لو أراد الرحيل خارج مصر ودفع الشرط الجزائي ودفع الشرط الجزائي ماشي وده تصريحات خاصة طبعا للرمونتادة من الأستاذ أسامة خليل رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم قال لم أتلقى أي اعتذار رسمي من بابا فاصليو أو مساعده عبد الباقي جمال عن تدريب الفريق حتى الآن الناس متغيبة عن التدريبات ليس معنى غياب المدرب يوم عن التدريب إنه قرر للرحيل بابا فاصليو حصل على مستحقاته كاملة سواء الراتب أو المكافآت مثله مثل باقي اللاعبين راتب بابا فاصليو المذكور في العقد محدد بالجنيه المصري بما يعادل 12 ألف دولار والشرط الجزائي في عقده قيمته شهرين لم أوافق على رحيل بابا فاصليو للنادي المصري ولا أستطيع ذلك حرصا على فريق المحلة وجماهيره العريضة بابا فاصليو أخبرني بامتلاكه عرضا من النادي المصري مقابل 50 ألف دولار شهريا ده الكلام ده على لسان الأستاذ أسامة خليل في تصريحات خاصة للريمونتادة رئيس شركة كرة القدم بشركة غزل المحلة أو رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم وإنه لا يمكنه رفض ذلك العرض ولكنني في المقابل لا يمكنني التفريط في حق النادي طيب بصوا جماعة قصة طبعا يعني واضحة وأنا بقول لكم إيه 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 هيحصل بنسبة 90% فكرة أي حاجة ممكن تحصل على فكرة ممكن نطلع أقول لكم كلام ويحصل حاجة تانية فكرة يا ما شوفنا ولكن الموقف يعني مأري موقف واضح واضح مش محتاج يعني تفهم القصة إيه بابا فاصليو جي اشتغل في نادي المحلة واشتغل بشكل كويس جدا وعمل فترة إعداد هايلا وبداية بداية موسم رائعة مع الفريق عشر نقاط في المركز التاني يعني ما حصلتش من سنين طويلة من خمسين سنة داخل نادي المحل طيب الراجل حصل أنا بقولكو إيه اللي أنا بقوله إيه دا يقول ودا يقول وأنا بقولكو بقى إيه اللي بيحصل كل واحد من حقه إنه يحمي حقوقه كل واحد من حقه إنه هو يستخدم الإعلام بالشكل اللي 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 يصب في مصلحته كل طرف ما دي أطراف نادي المصري طرف نادي المحلة طرف كابتن إيهاب جلال طرف بابا فاسيليو طرف كله كله ده الأطراف وكلاءهم طرف فالنهار ده كل واحد بيطلع للميديا اللي هو شايفوا إنه هو ده كلام الصحة اللي تقال دلوقتي بابا فاسيليو بكل بساطة راح اشتغل في نادي المحلة اشتغل كويس جدا وعلى لسانه هو بيقول وانا بقول لكه يعني إن هناك في بعض المشاكل المادية اللي بتواجه الفريق وإنه هو عقده بالدولار ولما الدولار زاد لما الدولار سعره زاد مقابل الجنيه النادي المحلة رفض إنه هو يغير الرقم وقال له هو ده الرقم اللي احنا ندفعه له والراجل عنده بعض المشاكل بيحاول إنه هو يحلها بقاله فترة والأستاذ أسامة خليل رئيس النادي بيحاول جاهدا إنه يحلله المشاكل ولكن من الآخر يعني الراجل في ظل المشاكل اللي موجودة والعرض المقدم من قبل النادي المصري الراجل يعني اختار إنه هو التحدي الجديد بالنسبة له قيادة المصري هيكون أفضل ليه من موقفه الآن داخل المحل أو هو قاري إن الأمور جوه الفرقة مش هتمشي بشكل كويس زي ما هو متوقع المدرب بيبقى سعاك كده هو اللي قدامه الفرقة وهو اللي شايف الخبايا والتفاصيل هو عارف الفرقة مشي في اتجاه كويس ولا لا طيب هل إحنا الموقف اللي إحنا فيه ده يا جماعة هل ده موقف صحي النهاردة بجعولي تانية يا جماعة يعني أنت النهاردة عندك قانون القانون ده بيقول إن ممنوع إن أي مدرب إن أي مدرب يتولى الإدارة الفنية لفريق تاني إذا تقدم باستقالته للفريق اللي بدأ مع الموسم أو الفريق اللي هو شغال فيه طيب هل يا جماعة القانون ده كافي هل القانون ده كافي بإن المدربين يلتزموا بالبند ده لا غير كافي غير كافي القانون ده يجب أن تتم مراجعته إيه اللي إحنا نقدر نعمله أحسن علشان يبقى فيه فعلا روابط لتحركات المدربين داخل الدولة من مصر ليه؟ لأن القانون أوكي ماشي أنا فاهم من الهدف منه قانون الهدف منه هدف جيد جدا ولكن سياخته لم تكن دقيقة سياخته ما خدمتش القانون نفسه ليه بقى؟ أنت النهاردة بكل بساطة ده أستاذ أسامة خليل رئيس شركة غز المحلة يتمسك بموقف وده مفاوضات أنا في إداية دلوقتي القانون ده أنا بيقويني بيقويني لغاية من النهاردة هيوصل لاتفاق معين مع المهندس كامل أبو علي بشكل مدي معين وتعويب مدي معين وفي الاخر هو اللي هيقيل بابا فاسيليو انا بقول لكم انا عارف ايه اللي هيحصل وعلى فكرة اللي قسامة خليل بيامنه صحة 100 هو بيحافظ على حقوقنا دي وهو دلوقتي ده معلمة هو كده هو دلوقتي هو اللي سائق المفاوضات ليه لان القانون بيخدمه هو بغض النظر بقى عن ايه اللي هيحصل تمام انا بقول لكم ان بابا فاسيليو ممدرب من مصر القادم انا عرف انا بقول لكم ايه انا بقى بقى هنيجي هنا الحلقة وان شاء الله روينا عمر وهتلاقي ان بابا فاسيليو مديرا فنين النادي من مصر تمام ولكن اه اه النهاردة انا اللي يهمني القانون وازاي ان احنا وربطة الان ده انا اكيد سمعين الكلام ايه اللي احنا ممكن نطوره في القانون ده او هل نقدر ان احنا نعيد سياخته عشان فعلا القانون يتنفز على ارض الواقع واللي يبقى قانون كده مكتوب على الورق كده وخلاصه كل الناس بتستغلوا كلن لمصلحته كلن لمصلحته اكيد القانون ده ممكن يتطور وممكن يتم اعادة سياخته بشكل مختلف هنكمل كلامنا في المنتادة عن الدوري المصري وما يحدث داخل الدوري المصري بعد الفاصل اعزي المشاهدين مشاهدي قناة المحور في كل مكان من استاد غزل المحلة حيث لقاء مع الكابتن صابر عيد المدير الفني المؤقت لنادي غزل المحلة حيث صابر عيد شغل من قبل المدير الفني نادي غزل المحلة هو المدير الرياضي لنادي غزل المحلة كابتن صابر مهمة صعبة ورحيل بابا فاسله في توقيت صعبة قبل مباراة الاهل بـ 48 ساعة هو أنا من طلب مني طبعا رئيس النادي يكلمني وكده على السنة يعني نعدي الموقف ده المباردية وهو إن شاء الله عشان بيشوف جهاز فني وكده إنما لما طلب مني ده أنا ابن النادي وكده نخلص الماتش ده إن شاء الله بإذن الله ونعديه على خير وإن شاء الله يكون فيه جهاز فن جديد يعني كابتن صابر مهمة صعبة لحضرتك أمام النادي الاهلي إيه اللي قلته اللعيبتك إيه الل تعبب الله اللي أنهم بتعوتين عليه ماشي النادي الإآله ماشي بالنسبة للنا مهم آآ انت عرفلي النادي الآله ماتشته على طور يعني بالنسبة لله الماتش ماتش ميساك إنما أنا قلت اللعيبة يستمتعوا إن شاء الله بـ المباراة يلعبوا يلعبوا يعني متعودين عليه احنا مشان ندخل مثلا يعني نزود عليهم حاجة بالعكس يعني بصمة الراجل هتبقى لسه موجودة لمدرب بابا فسيله فاحنا ان شاء الله بإذن الله ربنا يسهل يعني كلنا اتفاجئنا طبعا بالحصل وكده فجينا النهاردة واجتمعنا مع اللعبة وكابتن صبر اتكلم معهم طبعا ممكن اللعبة كانت متأثرة نفسيا وكلام ده لانه برضو يعني هو الراجل كان عامل حالة بصراحة كويسة على مستوى النتائج على مستوى الأداء على مستوى حتى المبين الجميع يعني سواء اللعيبة حتى العمال الجهاز طبعا يعني اللعيبة لا نزلوا التمرين خرجوا من الاجتماع ونزلوا التمرين والتمرين كان ممكن زي ما انت كنت شايفين كان يعني غالب عليه الحماس والعباء يعني ان شاء الله مستعدين لمطش الأهلي عارفين الموقف او ممكن يكون الموقف صعب لكن اللعيبة دايما هم في وقت الشدة ومعدانهم بيظهر وهم عودون على كده وبدأنا زي ما هم بدأوا الموسم بقوة الحمد لله واثباته للجميع والجميع بيشيد بيهم ان شاء الله بإذن الله يكونوا أدي المسؤولية وإحنا عندنا ساقة كبيرة في ربنا سبحانه وتعالى ثم في اللعيبة إن احنا إن شاء الله نأدي مباراة طاليق باسم نادي غزل المحلة اجتماع مع اللاعبين طبعا في خلال المرحلة الجهة هنشتغل إزاي في الأم اللي جادت لمباراة النادي لأهل يوم الأربعة بنستعد بالشكل الطبيعي المعتاد اللي احنا كنا شغالنا عليه من بداية الموسم هو نفس النظام في التدريبات نفس شغل الراجل عشان ما يبقاش بس في أي خلل في المنظومة بين اللعيبة حتى والجهاز هنشتغل نفس الشغل اللي احنا شغالنا عليه المباراة اللي فات اللي احنا قدنا فيها بأداء كويس ونتيجة كويس الراجل كان عامل حالة حب غريبة بين اللاعبة والجمهور والجهاز بيننا وبين بعض كنا مع بعض كنا يعني على القلب الراجل من واحد زي ما بيقوله وكده ننزل التمرين عالفين حب نعمل إيه إيه اللي لنا وإيه اللي علينا كان كل واحد عارف ما هم شغله إيه فعشان كان المنظومة كانت نجحة الراجل لو كان ليه طلب وما تنفسش من حقه يمشي لو الطلبات كلها متوفرات وكده لأ كان لازم يقعد والمحلة هتعلق أكتر من كده كمان وعروض هتجيل عروض أكتر من كده مباراة الأهل والمحلة مباراة الأول والتاني في الدور شايفها الزي مباراة طبعا النادي الأهل بيجي يعمل حساب للمحلة سواء في القاهرة أو بزاد في ملعب المحلة هنا عطول طول عمر مباراة نفعز ما احنا بنو أشغالين ونتيجنا حتى لو كانت سلبية بنيجي على مباراة النادي الأهلي بيجوء لها طعم خاص وبقالها شكل تاني مختلف عن بقية المباراة وانت لاعب في الملعب كسبت الأهل هنا افتكر مباراة كسبت اه لا اتعدلنا وكسبنا مع الأهل كتير وضيعنا دوري من الأهل هنا في 2001 على ما اظن كان واحد وواحد والإسماعيلي فاز على مصر تاتنين يعني عام قبلها كان دوري سيد عبد النعيم اللي هو ما بيقول له لا احنا اتعدلنا مع الأهل في القاهرة اهلا بحضراتكم مرة تانية في المنتدى ومازال الحديث عن الدوري المصري وما يحدث فيه الدوري المصري ويعني كم تغيير من المدربين رهيب وإحنا لسه في الأسابيع الأولى وده دليل ان معظم إدارات الأندية ما عندهمش قناعة كاملة وقناعة تامة بالمدربين اللي شغالين معاه بكل بساطة يعني انت النهاردة لما تجيه مدرب وتعمل له عقد وتعمل له شروق جزائية وانت أساسا مش مقتنع بيه قوي يعني ايه انت كده يعني عشان كده أنا ضد ايه أنا ضد ان مجالس الإدارات يبقى ليها سي فيه مين جاي ومين ماشي لازم يبقى فيه مدير رياضي أو فوتبول دايريكتور أو مشرف عمع الكرة أو راجل هو اللي ليه الرأي الفني تاخدها بقى في شكل لجنة تاخدها هي دي الناس اللي بتاخد القرار ومجلس الإدارة بيصدق على قرارات اللجنة الفنية أو المدير الرياضي أو الفوتبول دايريكتور وسموه زي ما تسموه يعني فمصر الدنيا عاية مش مشكلة ولكن النهاردة معنى ان انت بمشي مدرب بعد 4-5 أسابيع بيبقى انت مش مقتنع بعمل المدرب وشوفنا يا جماعة أمثلة كتيرة جدا فيه ناس بره قابت تشتغل صح وفيه ناس بتشتغل برضو غلط ولكن شوفنا ان مثلا أرسنال ميكيل ارتيتا فيد الملغبة سنة كاملة سنة ونص محكبت دا يزبط النهاردة متصدر بريمير ليج ببادجت كويسة بتاعت النادي الناس أمنت بالراجل والراجل اشتغل كويس خد وقته فاحنا النهاردة في أزمة حقيقية والقانون اللي خرج أو التوصية اللي عملتها ربطة الأندية للاتحاد الكورة بعدم يعني تولي أي مدرب المسؤولية الفنية اللي ناديين في نفس الموسم توصية هدفها جيد احنا فاهمينه كويس جدا ولكن سياغة التوصية أو القانون أو القرار اللي خرج ما كانتش يعني ما خرجتش بالشكل اللي يقدر فعلا ان هو يحمي الأندية ويحمي المدربين وانا كده فكرت في البريك ومعرفش رأي حضركوا ايه لكن انا فكرت في سياغة مختلفة للقانون واتمنى يعني ان الاخوة في ربطة الأندية يبقوا يعني بيتفرجوا علي وسمعيني واتحاد الكورة انا في رأيي ان الصيغة الأمثل لا يحق لأي مدرب تدريب اي نادي اخر خلال الموسم في نفس الدرجة في حال تقدمه باستقالته ده طبيعي اما اذا تمت اقالته فلا يستطيع تولي المسئولية الفنية لأي نادي اخر في نفس الدرجة شريطة حصوله على لاتبه كاملا حتى نهاية الموسم ده في رأيي الشكل الأمثل للقانون يعني ايه يعني النهاردة مفيش مدرب لو استقال ان هو يقدر يمسك فرقة تانية في نفس الموسم ده طبيعي طب النهاردة الناس بتتلاعب بالقانون وبتروح ممكن ان هي تطلب فلوس من الأندية المنافسة او الأندية اللي النادي التاني رايح لها الراجل التاني رايح لها ويقيله هو النادي يقيله هو لا انا النهاردة احمي حقوق النادي واحمي حقوق المدرب ان الراجل المدرب اللي حتى تتم اقلته خلاص هو خد خد ميشن الميشن دي خدها بداية الموسم خلاص هياخد فلوسه كاملة وهو وقعت في البيت لبداية نهاية الموسم خلاص انما النهاردة المدربين بالناس كلها بتلعب ببعض وهو القانون ده انت من اول ما عملته او من اول ما اقصد به فيه حصل تحرقات للمدربين قد وما حدش عارف يحكم حاجة يبقى لا اعمل قانون تاني اقول ان حتى لو تم اتقالته حتى لو تم اتقالته مش هنشتغل في نادي تاني ودي فرصة لمدربين تانين وما تقفلش الدايرة على مدربين بعينهم والمدربين التانين اللي عاديين في البيت ما بيشتغلوش ياخدوا فرصتهم يا اما النادي هيفكر مليون مرة قبل ما ممشي مدرب لان نهاية تعبية مستحقاته كاملة لنهاية الموسم يعني يدفع له سبع تامن شهور لغاية نهاية الموسم انما جماعة القانون اللي اقنا عملنا ده قانون او او توصية الهدف منها جميل جدا لكن تنفيذ على ارض الواقع مستحيل لان احنا عندنا مسئولين يقدروا مش يلعبوا بقانون ده يلعبوا بسبعين قانون يلعبوا بسبعين قانون فتا النهاردة ربطها بقى ضبه مفتاح اقفل على الناس كلها عشان اللي يجيب مدرب يبقى جايبه فعلا مقتنع بيه عارف ان هو مش يمشي قبل نهاية الموسم ويددلوا فرصته كاملة والمدرب اللي يحاول يتلاعب بأي نادي بأي شكل من الأشكال لا هتقعد في البيت لنهاية الموسم صدقوني الصيغة رجع للصيغة تاني بعد اذنك الصيغة اللي انا طلعتها دي انا في رأي انها انسى بصيغة لا يحق لا اي مدرب تدريب اي نادي خلال اي اخر خلال الموسم في نفس الدرجة يعني الروح يمسك ممتاز بيه مش مشكلة درجة تالتة مش مشكلة انما نفس الدرجة لا في حالة تقدمه باستقالته بمزاجه يعني ده طبيعي اما اذا تم اتقالته فلا يستطيع تولي المسؤولية الفنية لا اي نادي اخر في نفس الدرجة شريطة حصوله على راتبه كاملا حتى نهاية الموسم وده يبقى فرض اجبار على النادي يبقى انت كده عملت ايه انت كده عملت ايه انت كده قفلت على الناس كلها بتضبقوا مفتاح خلاص خلاص ومش هتدي فرصة وهتمنع ان اي نادي انه يبلطج على اي نادي تاني بفلوسه واسمحولي يعني ان انا بستخدم لفظة بلطجة ولكن النهاردة الاقوى واللي معاه فلوس هيروح داخل ادي له الفلوس واخد المدرب بتاعه ماشي امزاجه او شهر الزيادة والنادي هو اللي يقيله بدل ما تتم قالتوا اقلتوا ليه يعني القصة كان احسن بقى ما تعملش التوصيل دي ولا القانون ده من الاساس كان احسن اخيرا بنتمنى التوفيق طبعا لنادي المحلة والنادي المصري ناديين كبار اصحاب تاريخ كبير واللي همنا العلاقة ما بين الجماهير والعلاقة ما بين النديين تفضل تفضل يعني على ما يرام ده ده اللي همنا اتمنى ان الكلام اللي احنا قلناه ده يعني اتم التفكير فيه حتى لو هو مش في افضل سياغة انا انا مش انا مش مؤلف قانوني لكن انا يعني اهو انا كتب لكم والله يعني السياغة اللي انا كتبت دي كتبها بخط ايدي يعني معرفش مش موجودة انا كتبها بخط ايدي كده انا بفكر بصوت عالي انا كتبها يعني حالا انا كتبها بنفسي بخط ايدي يعني يا رب يمكن الواحد دايما كل يوم بيفكر لمصلحة الكرة المصرية ويمكن يعني الناس يعني تاخد بالكلام الحمد لله بلكده في السابق الناس خدت ببعض من الكلام اللي احنا بنقوله هنا في المنتجه وانا ببقى اسعد واحد في الدني الموضوع على فكرة مش موضوع تحدي ولا موضوع انا صح وانت غلص في الاخر حتى لو انت خدت كلامي وسخته بشكل مختلف ونفسته ونفزه ما فيش مشكلة انت نجاحك نجاحي نجاحك نجاحي فكلنا بنتعامل مع بعض بهذا بهذا المبدأ طيب تعالوا نروح لنادي الزمالك والنهاردة يعني اخبار يعني من من اول التدريب يعني ان كابتن اسامة نبيه بيتقدم او بيعتذر رسميا عن استكمال مهمته في نادي الزمالك والخبر يعني خرج بسرعة الساروخ وانت بيه خلاص وانه هو على اعتاب نادي غزل المحلة وانه فيه خناقات ومشاكل ثم بعد كده اخبار بتمفي او من جوه نادي الزمالك ان كابتن اسامة نبيه بقي في منصبه كل دي اخبار انا ايه جايبها لكم ايه المواقع كلها والصحف كلها يعني خدوا الخبر والخبر انتشر بسرعة كبيرة كبيرة جدا شجار لعبين واستقالة اسامة نبيه الزمالك فوق صفيح ساخر دي الاكبار اللي خرج خرج من او على نادي الزمالك النهار وطبعا يعني انا شايف ان ان احنا دلوقتي في موقف واضح الموقف ده انا بقولهلكو كده بالبلدي هقولهلكو الموضوع الموقف هقولهلكو بالبلدي كابتن اسامة نبيه حاسس انه هو المفروض يبقى فيه دور اكبر في الجهاز الفني بحكم خبراته وبحكم تاريخه وبحكم معرفته الجيدة بالفري وبحكم عجلات كتيرة جدا والراجل يعني مش قافل الباب خلينا نقول فتح الباب كابتن اسامة فتح الباب ولازم فتح الباب لإيه فتح الباب لأي نادي تاني بيبحث عن مدير فني وده حقه ان ده علمه ان هو الراجل بيحلم ان هو يبقى مدير فني الحاجة الوحيدة اللي تخليه ان هو يتنازل عن حلمه يعني احنا خدنا موافقة اسامة نبيه بل شكلنا الجهاز كابتن اسامة بعد كده نفع والنهاردة لما حصل الموضوع بتاع بابا فاصليو في المحلة القصة كابتن اسامة نبيه لاش التمرين فخرج الكلام ده الكلام ده خرج طبيعيا المدرب مش موجود في التمرين حاجة من الاتنين يعيان يا اما عنده ظروف يعني خاصة يا اما ما جاش بدون سبب فالكلام ابتدى يطلع فالنهاردة انا عارف ان الدنيا اتقفلت وانا بقول لكم ان الاخبار اللي جاية لي من نادي الزماج دلوقتي ان اسامة نبيه باقي في منصبه ولكن الموضوع بتاع كابتن اسامة نبيه لازم يبقى فيه حل لازم يبقى فيه حل احنا النهاردة لازم ان الكابتن اسامة نبيه يبقى راضي عن وضعه داخل نادي الزمالي وبمعنى وضعه مش بتكلم عن المقابل المادي ولا بتكلم على ولا بتكلم على هو نملكام في الجهاز مش هي دي قصة كل دي شكليات مش هي دي قصة ولكن النهاردة فريرة مدرب كبير جدا واحنا كلنا بنطالب زي ما حضركوا شايفين بدعمه واستمراره ودعمه في الوقت الصعب وكل الكلام دا كله ولكن النهاردة مش عايب ان مدير الفني يسمع للناس اللي حواليه للصطاف اللي موجودين اللي بيشتغلوا يعني لازم ان هو يسمعهم لازم ان هو يسمعهم نهاردة انا لو شغل معلش ما مكان حبي للمكان لو انا شغل نهاردة اه انا بقوم بدوري كمدرب مساعد وبقول النصيحة لكن لو شايف ان مفيش ولا نصيحة من اللي انا بقولها بتتاخد وبيتتاخد بيها لأ بعد شوية هزهق انا خلاص انا انا لا احسن لي ان انا حتى لو لو هبقى مدرب في الممتاز بيها ادرب في الممتاز بيها مش مشكلة بس يبقى ليه دور فعال ودور حقيقي وانا طبعا اول واحد ما كنتش اتمنى ان انا اتكلم الكلام دا في التوقيت دا لان انا عارف ان الكلام دا يدور لكن للأسف الموضوع على العلن والموضوع مطروح في الاعلام منذ الظهيرة زي ما بيقوله من الدور مطروح في الاعلام لكن انا بقولكو يعني قصة ايه طول ما اسامة نبيه حاسس ان هو ملوش دور وخلي بالكوا اسامة نبيه دا رجل مهم جدا داخل نات الزماني بل انا باعتبره انه يعني عنصر يعني العنصر الاهم بعد فريرة طبعا في الجهاز الفني ليه؟ لان اسامة نبيه معادي ان ايه؟ معاة الباسورد بتاعنات الزمالكة في كده ناس معاها الباسورد بتاع الزمالكة منهم اسامة نبيه لانه ابن النادي وعارف كويس قوي عارف كويس قوي اللي بيحصل والامور تضار ازاي واللعيبة والتداخل ودلوقتي دا كذا فلازم النهاردة يعني دون تدخل في عمل فريرة ولكن فريرة لازم ياخد برأي اسامة خاصة ان في المباريات السابقة في بعض القرارات الفنية اللي انا بقول لكم يعني القرارات خريبة جدا قرارات غريبة لأ فليه النهاردة لو فيه رأي معاكس بالعكس المدرب الكبير واكيد فريرة عارف الكلام دا كتر مني اللي يسمع لكل الناس اللي موجودة وياخد بكلام الناس الموجودة ما بقاش فيه عند ما بقاش فيه عند الموضوع مش عند كل الناس في مركب واحدة كل الناس شغالة كل الناس عايزين مصلحة هو دا اللي كسب الزمالك الدوري السنة اللي فات ان كل الناس في مركب واحدة كل الناس عايزة تاخد الدوري ودلوقتي كل الناس عايزة تاخد الدوري لكن لازم المدرب يعني يعني يسمع في وقت من الوقات ما فيش حد كبير على الكرة يا جماعة ولا حد كبير في الكرة لا بالسن ولا بأي حاجة الكرة الواحد طول ما هو شغال فيها بيتعلم لغاية ما تموت لغاية اخر يوم في عمرك لغاية اخر نفس انت بتتعلم في كل حاجة في الحياة مش في الكرة بس ولكن وجود اسامة نبيه داخل نادي الزمالك مهم جدا ولكن يجب ان يكون سعيدا اسامة نبيه مش هيبقى سعيدا بفلوس اكتر ولا هيبقى سعيدا بكذا هو عايز يبقى ليه دور فعال داخل الجهاز الفني ان شاء الله باذن الله يعني الامور تهدى ويبقى في توضيح لك انا بقولك الموضوع ده بس مش قبل المطش اللي جاي المطش اللي جاي ده لازم يعدي الزمالك عنده مطش مطلقة الجيش يوم اللي اربع مهم جدا لازم الموضوع يتقفل ويعدي لكن لازم بعد المطش يحصل جلسة مع المستشار مرتضى منصور وامير مرتضى منصور المشافة مع الكرة ومع فريرة ومع اسامة نبيه ومش هيتقل فريرة في الجلسة دي ان انت لقى الراجل دك لا لكن لازم اسامة يخرج من الجلسة وهو راضي عن وضعه داخل نادي الزمالك لو الجلسة دي ما تعملتش ومخرجش بيها المستشار مرتضى منصور بقناعة ان الامور فيها يعني استقرار داخل الجهاز الفني ساعتها قصة تانية ساعتها قصة تانية ولكن لازم المطش اللي جاي ده يعدي ما فيه هدوء ويعدي امير المرتضى منصور خاصنا بتصريحات للمتادة انا شايف انها تصريحات ممتازة تصريحات هيلة من امير اسامة نبيه مستمر في عمله وسأحضر تدريب الزمالك غدا ده الكلام اللعاء ده اللم الصح لا نعلم مصدر الشائعات التي تطول الفريق ولا نهتم بها تمام اسامة نبيه حصل على اجازة لمدة يومين بالتنسيق مع الجهاز الفني ولم يحضر تدريب اليوم بناء على ذلك وسدواجد غدا للرد على الشائعات نتمنى من الجميع تحرد دقة للمحافظة على استقرار الفريق ومسيرته في البطولات المختلفة يعني دي طبعا تصريحات امير المرتضى منصور للمتادة وتصريحات جيدة جدا و انا بزود عليها ان لازم بعد ما الماتش اللي جاي يعد لازم الامور تبقى واضحة للجميع هولندا والارجنتين اول فريقين يعني بيعبروا الى ربع النهائي هولندا النهاردة فوزها على امريكا وفوز كبير جدا على امريكا ثم الارجنتين اتنين واحد على استراليا بقيادة ميسي بعد الفصل هيكون معايا هشام رشاد وطارق شعبان للحديث عن كاس العالم اهلا بحضراتكم مرة تانية في المنتدى وكاس العالم زي بحضراتكم عارفين انبالح الدور الاول انتهى مئة وعشرين هدف بهدفين اقل عن كاس العالم 2018 ولكن المباراة احلب كتير المتشاب بتاعة الكاس العالم قطر 2022 تحس ان انت مش عارف مين هيكسب مين صحيح دايما فيه فرق اكبر ودايما فيه فرق مرشاحة للفوز وده طبيعي في كرة القدم ولكن الفرق الاقل حظا بالفوز بالمباريات امام الفرق الكبيرة بقت المسافات بينها وما بين الفرق الكبيرة الرابط شوية بيسعدني ان يكون ضيوفي هشام رشاد وطارق شعبان محللي المنتدى الحديث عن احصائيات وارقام الدور الاول والحديث عن مباراتنا لليوم اللي طبعا تأهل منهم هولندا والارجنتين الى دور التمانية على حساب امريكا وعلى حساب المنتخب الاسترالي هشام مساء خير ميدو حامل ايه حمد الله طارق مساء خير حامل ايه النور كل طيام الحمد الله هشام هنبدأ باحصائيات الدور الاول وارقام الدور الاول اللي انا يعني عارف منها ان فرق هدفين فقط يعني مقارنة هذه النسخة بنسخة 2018 في روسيا بص انا اقول لك قبل ما نخش في الاحصوات حاجة هسألك سؤال اعلى نسختين تم فيهم احراز اهداف كان 171 هدف نسخة 1998 بفرنسا ونسخة 2014 لغاية دلوقتي باهداف النهاردة احنا بنتكلم في 127 هدف هل تتوقع بالغزارة اللي ماشيين بها دي ممكن نكسر 2014 و 1998 ونكسر 171 هدف احنا لغاية دلوقتي بالنهاردة 127 جول واعلى نسخة كان 171 هدف ممكن لا مش نكسرها مش نكسرها ماتشات اللي جاية كلها فاش سكور خلص يعني انا في رأيي ان صعب جدا كل الماتشات اللي جاية انها هيبقى فيها سكور ماتشات تبقى يعني اخيرنا الكم ماتش اللي جايني اليابان وكوريا بعد كده ضلوا ليه ليه اليابان اليابان هتلعب كوريا هتلعب ببرازيل يعني اصلي لو انت ماشي معدل ثلاث اهداف مين 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 ما لسه ما يجيبه الخيار تقريبا اه البرازيلة تقريبا هتلعب كوريا لكن اصلي سعبكة كوريا في رجامدة بس انت اعزائي النهاردة ممكن تتكلم في ثلاثة اربعة تجوان ثلاثة واحد بقى اتنين اتنين اه ماشي اهداة رتيجة تعتبر الرائبة اتمنى عشان يبقى البطولة نكحة في كل حاجة ماشي نرجع للحصائلات شام طبعا الاكثر صناعة وتسجين الاهداف في دور المجموعات امبابيا اربع اهداف مورطة اربع اهداف برونو فرناندز لخيبلك ريال داخل جامد فيه معلومة اللي جهالي ان ريال داخل حقا 85 مليون في برونو كتير وعليه هاري كين طبعا الاكثر صناعة على الاهداف ما تقولها شامد في البطولة اه الاكثر صناعة الفرص المحققة انتونيو جيزمان خمس فرص هو الاكثر لبعدها الاكثر تسديدا بشكل عام في دور المجموعات من كاس على اللاعب امبابيا خمس فرص كل مباراة يعني هو مسدد هي خمسة فاصلة سبعة خمسة لأفراجد كل مباراة اه لانه بالزبط في التلت مباراة دي 16 وميسي بعديه 13 بس هو كل مباراة بتتكلم في خمسة ميسي تسديد كل مباراة ثلاثة انت بتتكلم ان هو بيشوت طبعا كتير الشيط 13 في الثلاث مباراة لكن دول الموجهين بين الثلاث خشبات من الكلمة الاكثر اهضارة للفرص المحققة امبابيا اربع فرص و لوكاكو برغم انهم العفش كتيرة جدا بالزبط لوكاكو في شوت واحد هم دول اعلى اتنين ضياع فرص محققة اللي بعده اللي كان بقى على المنتخبات الاكثر تسجيلا انجلترا و اسبانيا تسع اهداف الاكثر خلقا للفرص المانيا 17 فرصة الاكثر تسديدا على المرمى المانيا 23 تسديدة الاكثر ارسالا للعرضيات في المباراة الوحدة فرنسا الاكثر تمريرا للكرة اسبانيا 68 تمريرة والاكثر استحوازا اسبانيا بمعدل 76 الاكثر تمريرا للكرة اسبانيا 68 تمريرا كل مباراة مش العدد تمريرات كلها هم كسروا 1000 1000 قدام كوستاريكا ده رقم على فكرة مرعب قدام كوستاريكا 1043 تمريرا لا بس الاكثر يعني حتى ماتش اللي فات ماتش صعب ان انت الاكثر او متوسط التمريرات بتاعتك في المباراة الوحدة انه يبقى 860-870 تمريرة كتير اوي كتير اوي لكده يعني اعتبر دابل الطبيعي يعني تتعمل 400-500 تمريرة في الماتش يعني بتقول عدد كويس لانت فرق بتلعب استحواز انا اعز الكلام في النقطة دي مهمة استحوازهم امام اليابان 83% واليابان بتفوز بقى اقل استحواز في تاريخ كاس العالم بس ده بيوريك ان اسبانيا حتى مع تغيير المدربين عندهم مدرسة واضحة مدرسة واضحة اشتغلوا عليها في الاتحاد الاسباني ومشروع لليجة ومعها حتى مع الاندية بتدت تطبقوا واللي بيوحد على فكرة اسلوب اللعب هي الدراسة التدريبية الرخص التدريبية اللعبية اللي بتخلي كل المدربين طلعين بنفس الافكار لا بتخلي كل المدربين بيدرسوا بنفس الافكار نفس الافكار وكل واحد بقى ايه بيبقى عنده 30% عادة حرية في النواب ينفس حرية مختلفة فده دليل انهم مشروعين بشكل كويس انا شايف ان اسبانيا لو جالهم راس حربة محترم محترم وسيرجي راموس صغير جديد او بيول لا منتخب اسبانيا السنوات اللي جاعة بتاعته بسبب محتاجين اتنين مدافعين اتنين اجناح حريفة خلي بالك انت ماتشا المانيا ده اسبانيا كنت ممكن تكسبه يعني مرتاحة في الشهوطة الاولانية لو كان عندهم اتنين جناحين حريفة لان كنا هم اللعب بتاعهم كله على الاجناب الموقف اللي كانوا بيلاقوا في حل كان الموقف اللي على الجنب ولكن الجناحين بتاعهم أولمو أسينسيو مش حريفة يعني مش بنيستس جونيور مثلا مش جاعة الاجناحة بتاعت البرازيل فدي اللي عملت له مشكلة يعني مش هيلقوا حد زي زي البتاعة برازيلة مش هيلقوا حد مش هيلقوا حد مش هيلقوا صعب جدا ان انت تلاقي حد امكانات لعابة البرازيلة حتى ما تعرض ارشانتيني نفسه ومش لاقي اجناحة زي مفيش المواهب ديه ملاقيش مابودة طرق زي يعني انت عارف اميدو انا بسك ثقة كبيرة جدا في التفاع المغرب بنص ملعبه يعني سوفيان المرابط ده واحد من اقوى الدفندرات اللي في البطولة عامل بطولة عظيمة ففكرة انا مبسوط ان خلي بالك المغرب هتقابل اسبانيا لان انا وليدي الرجل راجل لو وقف في بيته في نص ملعبه بشكل كويس جدا وكورة قدامه اسبانيا تقعد بقى معهم الكورة مرة زي ما انت عاست مرة مفيش مساعات انا مش قلقان انا مش قلقان عليهم في حتة اللي هم صالد جدا ان هم يعرفوا ويدفعوا كويس وتفنسي اسبانيا لو تعمل المرتدات بشكل كويس ممكن تخطف حاجة طب طريق يعني ناس كلمت والصحف العالمية كلها كلمت ان اسبانيا اختارت الطريق ده اختارت طريق المغرب واختارت يعني يعني وكأن كده في تلميع ان هم تعمدوا الخسارة في المباراة الاخيرة عشان يبعدوا عن السكة بتاعة البرازيل والارجنتين وبتاعة يروحوا في سكة اوروبا السكة اللي هم عارفينها كويس وعارفين ازاي يتعاملوا مع انجلترا وفرنسا والسكة دي انت شايف ان ده صح في الكورة في اوقات بيكون صح يعني في اوقات انت لازم فعلا تدور على طريق اسهلك اللي هو يوصلك للابعد نقطة ممكنة من المشوار اللي انت عايز تمشيه ولكن الفريق الباطل او الفريق اللي عايز يكسب بطولة لازم يواجه اي حد ميبقاش عنده مشكلة في كده انت ترى ما انت بطل يبقى لازم تعرف ان انت تتقابل الجامد والضعيف والمتوسط والاقل منك والاقل منك ده طبيعي لو انت فريق عايز تكون بطل ولكن في منتخبات كنت تفكر بالشكل اللي بيتقال ده ان هي فعلا اسبانيا اخترت تطريق الاسهل لها ولكن ده خلينا نقول ان اسبانيا فعلا من فرق المرشحة يعني انا لما بشوف اسبانيا انا بشوف واحدة من احسن المنتخبات اللي ظهرت في الموتراء لغاية دلوقتي كفير ازام انت قلت عندها هوية وعندها اسلوب لعب واضح وعندها يعني شغل تكتيكي في الملعب مش موجود في المنتخبات كتير واحدة من اهم المشاكل اللي بتلافها في متشاطة المنتخبات او عند اي متخب ممكن يدخل اي بطولة ان مفيش مفيش هوية تكتيكية واضح للمنتخبات لان زي ما انت عارف ان المدربين المنتخبات بيشتغلوا كل 3-4 شهور مره مع الفرقة بتاعتهم فمعندهمش وقت اللهم يحطوا افكار وان اللاعبه تبقى بتلعب على سيستم معين او منهج معين لكن اسبانيا عندها فرصة او عندها افضلية عند بقية المنتخبات اللي فعلا عندها سيستم تكتيكي ومنهج تكتيكي واضح فانا بشوف ان اسبانيا سواء اخترت الطريدة او مخترتوش فهي واحدة من الملشحين للبطولة هشاب نرجع للإحصائيات والإحصائيات بتقول ان مبابي وميسي ولولا اصابة نيمار يعني هم هم الارقام كلها ضربين كل الارقام يعني سواء عدد التسديدات على المرمى سواء محاولات كل حاجة يعني خلي بالك انت فرنسا كلها لما تيجي ببص هو مبابي هو اللي عمل لهم الافضلية لا بس انا عجبني او دور جريزمان في نص المرحة وازاي ان هو طور من نفسه ان هو بيستلم الكرة كتير في رجله وان هو يعني اتحول على فكرة جريزمان ده بدايته يا جمال وتفتكروا كان كاونتر اتاكينج سترايك كان في عتلتكو مادريد وحتى قبل يعني سواء سواء كان بيجري في ظهر الديفنس عطول ان هو مع التقدم في العمر واسلوب اللاعب اللي يخدم المنتخب زكاء كبير جدا انا عارفك الارقام اكتر دليل بتبين انت بتتكلم اكتر او صنع فرص محققة لكن انا قصد مبابي بيبقى حلو المنتخبات الكبيرة لما نجمل انت داخل بالبطولة يسعفك فمبابي بالارقام والحياة دي كلها مخزلش فرنسا النهاردة لو بنكلم هنقش طبعا مش عايزين نحرق هو ميسي مفيش كلامه هو اللي فك الدنيا كلها ولكن قبل ما نقرأ تكملة الاحصائيات في احصائي غريبة جدا انا فيديو تخيل ان انت اخر مرة من سنة كاس العالم بتاع الولايات المتحدة 94 اول مرة مفيش فرقة تعرف تجمع التسع نقط اه مفيش حد الخلق بقى 94 فبرضو ده دليل ان البطولة دي شعارة ونحدش بخاف من حد لأ الناس من الجراءة او ابتلعب النهاردة استراليا مش عايزين دي احرق الشغل في اخر الثانية كانت ممكن تتعادل فمفيش حد خايف بس في حد جريء قوي وفي واحد بيجازف مثلا استراليا بتتكلم انهم جاسفوا في الاخر لكن لغاية لما الحاكم يصفر كل شيء والي ودي حلوة البطولة دي طريق النهاردة هولندا بتقصي الامريكا وامريكا لابت فقير جدا من الناحية التكتيكية هل لان اللعيب المتخب الامريكي ما خدموش على طريقة المدرب ما اسعفوش للمدرب ولا المدرب الحسابات بتاعته كانت غلط يعني الكالكوليشنز بتاعته المباراة لمباراة هولندا كانت غلط لان انا كنت شايف حتى قبل احراز الهدف في حرية كبيرة جدا من اول ثانية للاعيب المنتخب الولندي كل عدة دي يونج عنده وقت عكورة على عكس المتوقع ديلي بلند على طول مكمل في ال 18 موفيش حد معاه دونفريس الناحية التانية مكمل في ال 18 موفيش حد معاه منفس دي باي فاضي على طول يعني حتى في الجول فاضي في اعرب العيد من امريكا على بعد ثلاثة اربعة متر ايه السبب في رأيك اللي خلى المطش يظهر بالشكل ده هو كان فيه اروحة تاكتكا الباد احنا عايزين بس نقول على تاكتكا الباد عشان نوضح كل حاجة احنا كان معنا التشكيلات واضحة ميدو بتاعت المنتخبين وازاي هولندا بدأت المطش وازاي امريكا خلاني نقول الاول هولندا ازاي بتدافع وازاي بتضغط معهاش الكورة هولندا بتلعب ميدوه بالتلاتة خمسة اثنين زي ما احنا شايفين بنص ملعب مقلوب بالشكل ده اتنين على الدايرة وقدامهم واحد وهم معهمش الكورة بيحاولوا دايما يخلوا الاتنين المهاجمين بطوعهم موجودين في المكان ده والناس بتزقق بالشكل ده بتاعت نص الملعب وامريكا وهي معها الكورة كان دايما الجناحين بطوعهم معلقين لفوق والراجل المهاجم موجود هنا والاتنين بتوع الدايرة موجودين فوق بين الخطوط والراجل اللي بعاب الارتكاز بورى الراجل المرأة عشرة بتاع هولندا وبيكون هو ده انتشار فرقة أمريكا وفرقة هولندا وهي أمريكا معاها الكورة اللي بيحصل الميدوا من هولندا إنهما بيخدلوا الاتنين المهاجمين دول يكونوا موجودين في المكان ما بين الفول باكس ومى بين السينتر باكس عشان ما يخلوش الاتنين قلبين الدفاع يقدروا يلاقوا الفول باكس بتوقع أمريكا بره وفي نفس الوقت هولندا بتعمل تقريبا منت ومن في نص الملعب على التلاتة بتوع أمريكا ولما الرجل ده بيحاول ينزل هنا فعلى طول بينزل فيرجل فندايك وراء وبيقابله في المكان ده عشان مستلمش القرى بين الخطوط اللي كان عايز يعمله مدرب أمريكا في الشكل ده علشان يقصر الضغط بتاع هولندا اللي هو كان بيستغل الاتنين قلبين الدفاع دول بيبقى عندهم وقت على القرى في بداية اللعب لأن الاتنين المهاجمين بتاع هولندا مش بيروحوا يضغطوا عليهم لأنهم لو راحوا يضغطوا عليهم هيفضلوا الفول باكس الرجل الرجل ريم ده سنتر باك اللي نحية الشمال ده ده قليل جدا اللي كان قليل يلعب فين ريم ده بيلعب بيلعب في انجلترا ده رفضر الانجليزي يعني حركته ده جابكوا ضرب معه سبرينت الشرط الأولاني سبقوا حتى مثلا سبرينت 25 متر سبقوا مثلا هو خلي بالك كان أول عرب للكور هو خلي بالك نمر خمسة ريم ده ونمر أربعة هم اللي عوروا أمريكا النهاردة عشرين قوي هم السبب روبينسون في التجول الثاني واقف غلط في التخطير العكس بس خلي بالك مش هم بس يعني أنا مش هم بس عارف اللي حصل ايه هو الراجل مدرب أمريكا ميدو كان عايز يخلي دايما الناس دول الفول باكس يطعبوا هم الحل هم اللي يطلعوا من المكان ده فكان بيستنى لما كرتب موجودة مع واحد من قلبين الدفاع دول إنه هو يدخل الفول باكس في الحتة دي لأنه هو دايما بيكون الحتة دي هي اللي فيها وقت وفيها مساحة بس داست كان أحسن داست كان أحسن منها تانا داست أنا مش عارف داست داست ازاي لعب في برشلونة وفي إيس ميلان وطلع من أكسا مستردام مش عارف يعني هو العيب أسوأ بكتير من هو يلعب للأنديه دي كلها بس أنت ما بتحكمش على إنه هو لسه بيتطور ولا أنت حكم لا 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 هو العيب وحش هو فول باك وحش يعني أنت الراجل لما بيخش في المكان ده أنت لما بتخش فول باك بتلعب في الحتة دي في المكان ده أنت الأنجل بتاعتك مفتوحة زواية تمرير بالنسب لك أكتر عن لما تستنمع الخط لما تستنمع الخط بيكون خط التماس دا مدافع ورابع أصادك فأنت ما تعرفش تلاقي زواية تمرير كفاية لكن هو مدرب أمريكا النهاردة كان مدخاله لجوه ومفضله الحتة دي باللي هو معلق الراجل ده الفوق علشان يسحب الراجل ده وهنا لعب الارتكاز سحب كده كده لعب رقم عشر فأنت عندك وقت وعندك مساحة لو أنت بسيته أخدت قرار صح هتقدر تحل فرقيتك واتطلع من المكان ده لكن هو كان ده من قراراته غلط طيب هشام يعني في رأيك طبعا فنخل مسيرة عظيمة مع المنتخب اللي هولندي 17 مباراة ولا خسارة 11 في كاس العالم هو المدرب الوحيد المدرب الوحيد اللي في كاس العالم لعب 11 مباراة مخسرش لعب 11 كسب 8 وتعادل 3 هو خسر من التلاتة مباراة في ضربات الجزائي من قدام الأرجنتين ولكن منتحسب أن هي تعادل عايز ألك يعني النهاردة لما يكون عندك العيب بخبرات دي لخت و دي لخت يعني بيلعب في نادي كبير في باير ميونيخ و من يوفينتوس و من آيكس و خبرات دولية كبيرة و يختاروا أنه يبدأ بتلاتة مدافعين و أنه ما يبدأش به يعني عب تامبر بتاع آيكس طبعا بزدنا كامبر العيد صغار في السن مشكلة دي لخت من أول مباراة ظهرت أميدو من أول مباراة ظهرت دي لخت مدافع قوي جدا و مدافع كبير جدا ولكن في البطولة دي وقع في غلطات كبيرة خلي بالك هي اللي خلته يقعده منها أن أنا بقى بنقزه و بفوقه أنا خلاص مش هجامل فأنا مع بنخال في القرار ده لأنه فعلا في قرارات كتيرة جوه المباراة لأ يعني كان بيترقص و كان بيشد و بيعمل فكان مندفع بشكل كبير جدا و كان بيطلع بره بيطلع عند الخط و كان بيسيب فراغات وراء فهو تمبر ممكن كاسم أقل من دي لخت ولكن هو عشان أهم المنتخب فهو حتى أخلي بالك شخصية كبيرة جدا يعني هو شخصية بنخال إن أنا قوي لا لا مبيموش حد لا لا مبيموش ولكن يا جماعة بغض النظر عن مستوى المنافس و كلام اللي طالق بيقوله أنا النهاردة شفنا طريقة تلاتة أربعة واحد اتنين اللي فيها إambية في مصر اللي بتحاول تنفذها الطريقة اللي بيلعب بيها المنتخب الهولندي ده هي دي بقى الطريقة الصحة الحديثة اللي احنا بنشوفه عندنا ده مالوش علاقة بالتاكتكس الحديثة و علم التدريب الحديث ولا بالخطط الحديثة التو ال�نهاردة بتتكلم!!!! النج باك اللي ناهية اللي مين هو اللي بيلعب قرب العرض والنج باك اللي ناهية الشمال نهي اللي داخل مكملة النهاردة الوينج باك الشمال بيعمل كراب العرض والونج باكي اللي مكمل على البعيدة هو اللي مكملها احنا فهم من كلامنا احنا فهم من كلام ده طالع احنا نغيرت من ارضه في 3 اللي بنلعبها الباكي العكسي واقف او الباكي العكسي داخل في نطس ملعب الكلام ده جار عليه الزمن صح طالعو لا هي ميزة تميدةوا اللي انت بتلعب بال3 ورا اللي انت بابع عندك مساحة اللي انت بتعلق الاتنين دول يعني وانت بتلعب بالشكل ده لو انت عندك اكيماسان وفندايك وتمبر فانت الميزة اللي عندك اللي انت المساحات دي مغطيها فده بيخليك تأخد تدي حرية للناس دي اللي هتعلق فوق بالشكل ده في نفس الوقت ده الرجل اللي بيباتل عكسي على طول على البعيدة دي مشكلة بالذات بالذات ويعني بمناك هتتكلم على المحلي مشكلة موجودة كبيرة جدا عند الزمالك لان الزمالك بالذات هو اعتبر من أول فرق اللي عبت بتلاتة وراء ولكن دايما الزمالك لما تلاقيهم وهم بيبدأوا الهجمة أو هي القرى معهم في التلتة الأخير مش فكرة انه واحد بيعلق أو واحد بيوقف لا ده الاثنين بيكونوا موجودين في نص الملعب في التلتة الثاني في بداية الهجمة فده بتخلي الزمالك عنده مشكلة كبيرة اللي هو مش بقدر استغل عرض ملعب بشكل كويس وكنا كلمنا على الكلام ده قبل كده فهو لازم لما انت تلعب بتلاتة وراء لازم الاثنين الوينج باكس ودول يكونوا معلقين هم مفاتيح اللعب بالذات لو انت فرق البطولة وبيرامدز والأهل والفرقة اللي بتلعب عن المنافسة لو انت بتلعب بتلاتة وراء لازم الوينج باكس بتعكي بمفتيح اللعب ومكملين مع بعض ميدو اقول لك حاجة بالأرقام انت دلوقتي ما عندكش بلاي ميكر في الناس الزمالك صح؟ فانت بتعوض بها طريق بالكرسات رقميا الزمالك خدت دوري السنة القبل اللي فاتت أكتر فرقة عاملك رسات في الدوري السنة اللي فاتت أكتر فرقة عاملك رسات في الدوري السنة دي انت بعيد عشان زيزو بايد على الخط رفع عليك بالنقطة اللي أنا بقولها دي مهم سيد نمارا بلعبش في حتة بتاعته بالنقطة دي مهمة جدا 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 قوي ان لما الناس هترجع لها كإحصائيا انت بتتكلم في سنتين وبعض الزمالك أعلى فرقة تعمل كرسات السنة دي لأ عشان نقلة دي فنقلة زيزو دي أخرت كتير جدا من كارت مهم صح؟ خلينا نرجع طارق وكواليت ياميدو برضو انت بتتكلم بليند ده طريق مهدازل مش صغير لأن بآخر جون ياميدو الجول كيبر قبل ما بليند يعمل الكروس بالعرض بيشاور وهو لسه يرفع عن رأيب ده فعضي رفع عينه شايف دون فريز وبيكلمه فاهم هزي؟ فاهم والباكليفت روبنسون دي عمل حاجة غريبة جدا يعني أنا الطبيعي ان الرجل السنتر باك واقف ريم واقف هو حتى نفسه استغرب انك مفروض ان روبنسون واقف في ضعره مغطي العيدة دي راح داخل لجوه مع واحد وساب العيدة دي ضعره عريان خلص حتى دون فريز واقف في ايده بتاع 7 ثواني رفع ايده كده لبليند علشان يلعب الكورة انت فين يا روبنسون من الراجل اللي وراك مش عارب يعني احنا دائما بنقول ان اللعيب الكورة لازم يعمل اسكان وهو معاه الكورة ويشوف الناس بتعملين وراه لكن الاسكان الجدالة يتعمل مش بس وانت معك الكورة وانت كمانا معكش الكورة عشان كده انا بحب هاشام عارف ايه انا بحب اللعيب الشول اللي ايه او اللعيب عموما اللي هو عارف ان هو بدنيا مش قادر ان هو جاء للناس لكن كورته صح يعني بص دالي بليندا طارق شال الكورة صح في توقيت هو تعبان فيه مش افضل توقيت خباك دالي بليندا مش فت يعني مش وكان راجل الى عنده مرض وده يعني قصة كبيرة ده 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 بلعب بتشوب ايا اه يعني بالنسبة له اميدو ان بليندا خممانا بزماشا نارده شوف اطارق شوف شو شال الكورة ازاي يعني شال الكورة بقى مش عاملات خباك دامه ولا وراه لا 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 قدامه وأهو شايف وخل ايبانك في اخر في اخر اوقات الماطش يعني فيه العاب ممكن يكون تاعب بالنسبة للسن بتاع بليندا فما يقدرش لو يلعب الكروس بالشكل ده لكن هو قدر يعملها صحي هدف قاطل يا أمريكا كان بتسخن أمريكا بعد الجون كانت هتسخن أكتر لكن هو دي هدف قاطل هو قتالهم صحيح وأنا سعيد جدا لديلي بلند يعني وسعيد جدا باللقطة بتاعته هو داني بلند والده داني بلند على فكرة اللي ما يعرفش داني بلند داني بلند ده تاريخ كبير جدا يعني تاريخ كبير جدا في آيكس بطولة بطولة دا لاب قدامنا صحيح في تسعين لاب في تسعين قدامنا صحيح لا 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 لابش تسعين تسعين كان كومم و وعزين عيسن فروغ بقى عيسن فروغ الممكن والله كان فيه مفلفل بيلعب جانب كومم لا بس مش داني بلند مش داني بلند ساعة نشوف عن جبولة أنا عايز مده أخب من كلامك عن بلند بس وقول ان داني بلند كان هو منه في زمانتش النهاردة مش بس علشان تدره الهجوم اللي عمله ولكن هو دفعين النهاردة حمى هولندا بشكل كبير جدا ليه؟ لان انت امريكا كانت بتحاول ان هي دايما تستهدف الحتة اللي فيها بلند ازاي؟ هم عارفين ان الاجناب ما فيهاشغل للاعب واحد اللي هو الوينج باك سواء بلند او دون فريز وعارفين ان بلند هو عنده مشكلة اللي هو بطيء وسنه كبير على ويا ويا كانوا سريع خرج ويا هل رجل فقط صعب كانوا عايزين عابو ظهرهم يحطوا كرة الويا فكان دايما بيخله دست يفضله في الوقت ده عشان ياخد الكرة في رجله ويخله بلند يطلع من المكان ده ولأول ما يجي قابل دست يطلع بالكرة الويا فضهر بلنده ولكن بلند كان ذاكي جدا 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 في اختيار التوقيت اللي يطلع فيه على دست يعني انت اي العف في المكان ده بتبع عنده مشكلة كبيرة اللي هو مش عارف يروح لراجل اللي في وشه ولا يغطي على الرجل اللي في ظهره لكن بلند كان بيبقى ذاكي في اللي هو عارف إمتى هيروح يضغط على ديست وإمتى هيقف ويغطي على ويقف ده خلى بليند يحمي المكان ده وفي نفس الوقت يخلى أكي ما يطلعش من مكانه لأن إمتى لو بليند كان بيطلع على طول عشان يقبل ديست برا كان هيتطر أكي اللي هو يرحل في الحتة دي عشان في الشيب بتاعتهم طارق لو شفت في شوط الأولاني بالذات إن جابكو وكلاسن هم اللي اتنين اللي بيزوقوا كان هم اتنين فراودة وديباي بيميل شوية نقية الشمال في الشيب بتاعت هولندا عشان يعمل إمتى بليند دي عشان ما يجبرش بليند إن هو يطلع يقبل من فوق إنها التالي ما بيعملهاش ليه؟ لأن الرجل ده قادر وده زكاء فانخال زي ما يا شام اتكلم إنه فانخال وصل لمرحلة معينة من الخبرة زي فريرة كده مع الزمالك السنة اللي فات إنه هو بيحرك اللعيبة على حسب مجهودهم وعلى حسب هؤمين يقدر بيحدد لهم مسحاب معينة زي ما عمل محمزة المسلوسي بالزبط وفكرة فانينا محمزة المسلوسي بالزبط وخلي بالك هولندا أطار ميدو آخر مطشين ليهم كانوا هولندا مميزين جدا دفاعيا يعني أكي على باندايك على تامبر التلاتة زبطوا هولندا شوية دفاعيا يعني أنت النهاردة لا اللي كان مستبعد هولندا هولندا برضا تخش في الحزب واللي حقيقة عجبني عشام معها عشام تغيرها عجبني الجوركيبر قوي يعني أشوال صغير بلاق في هيرنفين بلاق في هيرنفين بلاق في هيرنفين بس عجبني ستايول أنت عارف أنه ده أطول العيب في البطولة واثنين متر ثلاثة أطول العيب في البطولة لا بس عجبني ستايوله عشام لأ عارف ليه؟ لأن رغم ميدو أن أنت تبقى بالطول ده وتوصل لحد دي لا ورغم طوله عشام لعيب كرة جامد يعني هاشوال شفته بيطلع بالكرة ازاي؟ كرة بطلاشة بميدو ما أنا هسألك سؤال آخر جول ربنا خلقه برة PSV وفاينور دو ايكس وقف في هولندا آخر جول إيه؟ منتخب هولندا اللي إحنا من أول لما تولدنا يا آيكس يا PSV يا فاينورد فإن أنت تلعب على التلاتة دول يبقى أنت جون واعد وجون كويس جدا خلي بالك أكيد ملعبت ليه كويس أكيدني مثلا خدت جون المحلة وقفته على الشناوي وعواد فلازم تبقى جون كويس صحيح طريق الأرجنتين يعني النهاردة في عزما الدنيا فيها مشاكل كتيرة جدا وأستراليا مقفلة مرة واحدة بيظهر ميسي يعني محاتش عافية من معاه ايه؟ محاتش عافية ميسيكو ازاي؟ هو دايما في الوقت اللي فيه عقد ميسي هو الحل ده دايما ميسي ولكن برغم من فوز الأرجنتين بسبب إبداعات ميسي أو بسبب الجول بتاع الفارز ولكن أرجنتين عندها مشاكل كبيرة جدا مشاكل كبيرة جدا مشاكل كبيرة جدا يميده بالزات في مرحلة البرجريشن مرحلة يعني أنت وأنت معك الكورة في حالة الاستحواز بتعدي بثلات مراحل البرجريشن والبرجريشن والمرحلة الأخيرة التي تخلق فيها الفرص وتأخذ جوال الأرجنتين ممكن ما تكون اختبرت في مرحلة البرجريشن قبل أن استراليا لم تضغط عليهم عالي ولكن في مرحلة البرجريشن المرحلة التي هي الثالثة التي المفروض ينقل فيها الكورة من الثالثة الثالثة من الملعب كانت عندهم مشاكل كبيرة جدا وأنا أقول أن هذه المشكلة موجودة بسبب الستطب نفسه الذي مختاره المدرب اسكلوني بتاع الفارز هذا هو طريق الذي يجعل ميسي أن يسقط كثيرا ويحاول أن يحل هذه المشكلة؟ بالضبط، هذا ما سنقوله لماذا يجعل ميسي يسقط كثيرا ويبعد عن المناطق التي فيها خطورة؟ هذا ما سنقوله دلوقتي هو النهاردة كان يلعب أربعة ثلاثة ثلاثة بالشكل ده وكان يلعب بميسي فولس ناين أول شيء يجب أن تلعب بمهاجم فولس ناين أو مهاجم واهمي سيكون السبب الأساسي أو أحد أهم الأفكار التي تدور عليها أن تجعل الرجل المهاجم عندما يجي يسقط لتحت بين الخطوط إلا هو يطلع لك واحد من المدافعين دول برا بيته ويبدأ واحد من الأجنحة يسرق في المساحة الموجودة في هذا المكان ولكن طول ما هذا الرجل المهاجم بعيد عن الاثنين المدافعين اللي هنا فأنت مش بتستفاد منه، مش بتستفاد بالمهاجم الوهمي وبالعكس أنت بتخلي الاثنين المدافعين دول مرتاحين جدا لأن ما فيش حد أصلا موجود قدامه وبيضروا لهم إضافة كواسة عن المساحات اللي موجودة في ظهرهم اللي كان بيحصل النهاردة في الأرجنتين أن هما معهم اللعب معهم الكرة كان دايماً ماكليستر وديبول بيزيدوا بالشكل ده ومولينا وأكونيا الاثنين الفولباكس معلقين لفوق وكان بيخلي الرجل إنزو فرناندس يبقى موجود دايماً بين الاثنين قال بين الدفاع أوتامندي وروميرو بالشكل ده وهنا ما كانتش الأرجنتين بتلاقي أي حد وحشين قوي طارق أوتامندي وروميرو ده في الخروج بالكرة وحشين الحب وهم مظلومين وهم مظلومين بالستطاب اللي موجود ليه؟ لأن انت بالشكل ده مفيش أي حد بيحاول استلم الكرة في الحتة دي الحتة اللي في ظهر الاثنين مواجمين بتأستراليا في خط الضغط الأولاني مفيش حد إن الأرجنتين بيحاول استلم الكرة في المكان ده لأن الرجل اللعب الارتكاز موجود ده من هنا في حضن قلبين الدفاع وأنا بقول إن دي طريقة ما لهاش أي قيمة طول ما أنت ما عندكش حد بياخد الكرة هنا حتى لو بتلعب بثلاثة وراء لازم يبقى عندك دائماً لعيب الارتكاز موجود في الحيطة دي بس كان فيه مدربين بيعملوها أطارق لما يكون المدرب اللي قدامك بيلعب بثنين مهاجمين قافل على لعبة الدايرة إن هم يستلموا فيروح منزل لعبة الدايرة سنة كأنهم بلعبوا ثلاثة بس دي المفروض تتعامل إمتى؟ لما يكونوا عندك سنترباكين لعبة الكرة جامدين ليه؟ عشان هما بقى دلوقتي هما اللي عزدوا بالكرة مثل مساءات مع السيتيت ناو ستونز مثلا بيروح الداخل في الحتة اللي في العمق دي وخش كم وعمل الشرط تاني لما ما عدت من دي صعب وعمل صعب لازم يكون عندك لعب على الأجناب الجامدة لأن إنت لما تلعب بالشكل ده هتستخدم معرض المرعب لكن الأرجنتين ما عندهاش يعني ولا أكونيا ولا مولينا اللعبة اللي ممكن تعمل لك حل على الأطراف فلما كان الأرجنتين مش بتلاقي حد بيستلم الكرة في المكان ده ده اللي كان بيجبر ميسي اللي هو دائما ينزل في الحتة دي ينزل هنا في ضهر التنين بتوع المهاجمين بتوع أستراليا ويحاول الله ياخدو الكرة وينقل الفراء الفوق ده اللي عمل مشكلة للأرجنتين في التلت الأخير لأن المكان ده اللي قدام الاتنين المدافعين كان فاضي فما كانتش في المساحات اللي تتخلق في الحتة دي اللي التنين المهاجمين دول علشان يبدأوا يسرقوا في ظهر الدفاع هفتح عليهم بشكل كويس هشام انت متطمن لمنتخب الارجنتين دفاعيا يعني حاس انهم ماتش جاء عندهم هولندا باللي انا شفت هولندا النهاردة باللي انا شفت هولندا هي اكيد هولندا عندها جراءة هجومية اكتر من استراليا النهاردة الارجنتين لعبة اسوأ مباراة شفتها في تاريخ الارجنتين لغاية هدف ميسي في الديئة 35 مدرب اسكلوني بيلعب بشكل غير حتى الفاريس اللي بينزله طاري عميده بينزل انت مذاكر كويس وعارف ان استراليا هيقفوا بالمنظر الدهجة انت رأيك الماتش اللي جاي ايه اللي هيحصل الماتش اللي جاي هولندا هتلاعبهم بنفس الاسلوب بتاع النهاردة هولندا ما بتغيرش هولندا كده كده الطحونة شغلة والامور شغلة وكل حاجة الارجنتين المشكلة الوحيدة اللي ممكن تقلق منها ميسي في المساحات اللي هتتخلق بشكل طبيعي بطريقة لعب هولندا فماذي يعني هولندا فرقة تقدر تجيب في الارجنتين تقدر تجيب في الارجنتين بس ينفع يخش فيها اهداف من الارجنتين ينفع فهي مباراة انا بقولها هتبقى 55 ارجنتين 45 هولندا عشان ميسي اه ده ايه يا جماعة ده الوقت ده بقى الكورة اعتقد استم مرسلية ده ايوا ايوا كماتش هولندا وبرازيل كم مرسلية ده كورة بتاعت بيركمب اللي وقفها اه كم مرسلية فانا اللي بقولك علي يا ميدو ان انت دلوقتي ما بتجي تقول هولندا تقدر تجيب هولندا دي تجيب في الارجنتين تقدر والارجنتين تقدر بس انا عايز اقولك حاجة ميسي لو جاله اصداع ميسي لو جاله اصداع الارجنتين هتخرج من الكسر على بلا حلول الا لو لعبوا الجيم اللي هم عزين يرعبوه ميجير ميسي اه لا لا خلي بالك صدقني صدقني ميسي النهاردة يا طارق لو ما كانش جاب الجول ده ايوا مليك مليك ليه عشان هم مش بلعبوا الجيم اللي لديني لعبوه ناس الممكن تجيب للك الجول بتاع بيركم دابل المعلق الهولندي اه جيبولي اكتب كده داتش كومنتياتي لو هتتحك هتتحك فريال ارجنتين كونتر اتاكين تيم فريب يلعب على التحولات على جامعة المتقدم ما اخده كوبا امريكا ازاي؟ لا طارق بالتحولات؟ طارق لو ميسي جاله اي حاجة مش عده مش هكسبه حد خلاص على الارض نفسيا ايوا بس ايوا بس هو ميسي اللي هيكسين بقولك احنا مقطعين في كيروش وكان في كوبر وكل حاجة لا ده ابعد منهم بكتير اه هي نفس المدرسة المدرسة تاعت كوبر المدرسة القديمة دي بتاعت الارجنتين هي هو اسكروني ده من نفس المدرسة بس ايخرى بالك الارجنتين كانت محتاجة مدرب كده كانت مدرب كده بس انت عافق بدون نقطع كاما كطارق انت عافق اميدو انا حاس ايوا بل ما نجيبي الهولندي انت بازم تسمع المعالق رولندي اصدا مشهور جدا في هولندا اه يعني راجل مشهور جدا نسيت اسمه بس بمعالق رولندي في جون بيركب ده انت هتموت من الهولندي لا وخلي بالك اصم لوجيتهم عسل لوجيتهم عسل انا في المهمام فمسا قدام كل ما يسيري اولندا ديجي بصراحة دخلنا في المهم يا بحث انت كلبك ايوا ايوا مهمام لا فينا يا سيد ياسم يعني انت دلوقتي كنسب نسب ارجنتين وهولندا كم في المية؟ انا خمسة وخمسة وخمسين ارجنتين وخمسة وضعية انا طوقاتي انت عليكوا عشا هو انا اللي عليها عشا من تقولتني عايز سمك ومشعرف سمك يبقى اسكندرية ما تيجي اسكندرية لا هكلك سمك سمك اسكندرية لا زيارة السمك اللي انا بعد طولك ده جامد اوي اسمع كلامك اسمع انت كلامك لما تجي اسكندرية خلينا هناك انا باكل سمك كل حتة في مصر باكلت سمك بسمع الله في برسعين والسويس والاسكندرية والقاهرة برضو يعني سعود انجلترا وامريكا ينزل لي مثلا سمكتين ما شوين ونص فان باترفلاي اي حاجة ايوة انا بقولك بس بدل ما اجيب تلاتة كيلو باترفلاي ايش معا ولوين ABOUT باركم في باركم في البحث пальاج المجوح بمها ايشاوا السب 끝 ايش سوء ايش too ايش اوووووووووووووووووووووالس mãoريكا ميدو بيقى يعني واضح قوي يعني بيقالت بيقالت الكابتن محمود بكر الله حاول عدالة السماء تنزل علي السابق ليرمه هي لس بيولاندي المعلقين بتوع الزمان دول عمرهم هتعوض كلهم کابتن ميه الشربي، كابتن محمود شرفي الله ربنا يدي الساحة كابتن ميه وكابتن حمد أمام وكابتن محمود بكر كلهم كباتن الكبر مش عايزة أنسى حد كان نجوم لا كانوا يزودوا متعة الماتش على فكرة حتى كابتن شوبير مدرسة تعليق كابتن متحة شدري مدرسة تعليق كل ميدو واحد لديك كابتن علي محمد علي مدرسة تعليق يعني الناس الكبار كلهم صراحة الجيل الجديد من المعلقين 80% منهم لازم يلاجعوا نفسه بصراحة ما عادش يزعل مني 80% عارف ليه ميدو؟ مش عارف إيه اللي حصل لأ عشان إنت عايز تردي حل تدور في كل حاجة بشكل تعليق بس يعني التعليق بصراحة عشان إنت عايز تردي زمان؟ زمان الزمالكاوي عارف كابتن ميمي الشربيني إيه؟ أهلاوي بس تقدر تزعل منه؟ لا بيزيع كورة بيزيع كورة لكن إنت دلوقتي الموزيع أنا عايز أكسب يال أهلاوية؟ يال زمالكاوي فخلاص بالتالي إنت أسمت ومبيتش أعايز أسمعك ده مش في التعليق بس ومش في التعليق بس سميزة في كل هتلاقي الأمور مش معك كويس صح إنما تسمع للسوشال ميديا ودول قالوا إيه؟ وبتاع أما كده بدأوا يلعبوك خلاص دخلوا جوا موخ ويلعبوا بيك وهتلاقي تعليق أو تحليلك عشان يعملوا البالنس بغدك من هنا خلاص خلاص تعليق وتحليل وإعلام لغاية دلوقتي لغاية دلوقتي كابتن شوبر مثلا مش موزية جابا شكرا شلام حبيبي تصبحوا على خير انت من أهل شكرا ناميدو دي كانت حلقة النهاردة في بداية الأسبوع من المنتدى تصبحوا على خير واشوفكم بكرا على خير بإذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة